اشتركوا في القناة تقول لها الستين ده بعيد قوي دلوقتي التلاتينات كده والاربعينات كده والواحد مش عارف رايح على فيه طيب سن الستين اهم مشاعر مشاعر بتبقى واضحة واساسية في اي حد ابتدى في سن الستين ممتاز ابتدى اي بالزبط ابتدى عمره يبقى ستين سنة ستين سنة بص الستين هي بداية مرحلة جديدة في حياتنا بنبدأها كأننا لسه مولدين من جديد يعني دايما سبحان الله ربنا بيقولك بيخلق الانسان من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعف تاني ايه فيمكن بتقولي في المقدمة انه دايما بنتكلم في مشاكل الصغيرين النهاردة نتكلم عن مشاكله الكبار اللي هما في الاصل صغيرين مشاعر واحساس وحتى طاقة جسدية ونفسية هما كأنهم اطفال صغيرين بالزبط مع فرق طبعا رصيد الخبرة الكبير ولذلك لما نيجي نبص ليه التركيبة النفسية بتاعت شخص في الستين هنلاقيها مشابهة بشكل كبير للتركيبة النفسية بتاعت الطفل ازاي احنا لما بنتولد بنتولد بنوعين من الطاقة طاقة جسدية وطاقة نفسية واللي اتنين ماشيين عكس بعض الطاقة واحنا صغيرين الطاقة النفسية متوفرة بشكل كبير جدا لكن ما فيش طاقة جسدية البابي صح ما بيقدرش يعتمد على نفسه في اي حاجة لانه لسه طاقته الجسدية صغيرة لكن طاقته النفسية عالية جدا عالية جدا يسرخ ويخبط نسبة اكله نسبة شربه نسبة هشكه نسبة شيل نسبة غير نسبة فطاقته النفسية متوفرة بشكل كبير لكن ما فيش طاقة جسمية كل ما الانسان يكبر طاقته الجسمية تزيد وطاقته النفسية تقل تقل نتيجة انه ايه بدل ما كنا منأكلك متاكل لوحدك انت مش صغير بدل ما اعتمد على نفسك انت مش صغير فيبدأ يخش فيه صراعات الحياة مراحل اكتساب الخبرات لغاية ما يوصل لسن الستين اللي احنا بنتكلم فيه بيكون طاقته الجسدية في الشباب بقت خوية جدا لكن بياخد خفطات نفسية من اصحاب من علاقات غلط من مشاكل في الشغل من مشاكل في البيت من مشاكل في الحياة من الاهل من الصحاب من الحب من الهجر والقلب بيفضل يتوجع يتوجع صحيح اشتركوا في القناة